إلى غير عودة تودع هذه المرأة عائلتها التي قضت بالكامل لتبقى هي وشقيقها فقط يكابدان ألم الفراقة الذي تسببت به صواريخ الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة حصرونا على أمنا وأبونا وإحنا لسهتنا صغار أمي نفسها تفرح في أخويا كانت كانت تفرح فيهم نفسها أنا بس أتعلم أخوي هذا الصغير اللي ما تكون دكتور لها يا الله ديها جاء بعد شقه 11 عشر سنين ما خشيت بدخل البرج لطب القصف الغاشم على الشقة نفسها من دور صاروخ أي صاروخ استطلاع ولا أي صاروخ تحذيري والعيلة كلها بأكملها راحت في الشيء اللي أنا موجود ضل فيها تشيع الشهداء جاء بعدما وضع العدوان أوزاره فوقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة جرى في ساعات الفجر لتشرق الشمس وتكشف عن حجم ضمار كبير تسببت به آلة الدمار الإسرائيلية في وقت أكدت فيه المقاومة أنها كانت صاحبة اليد العليا في هذه المواجهة المقاومة ردت على الاحتلال بوسائل وأدوات مدروسة ومحسوبة في كل مرة لديها تشكيلة أوسع من هذه الأدوات في مواجهات قادمة ستفاجئ لجميع الأطراف ستنتصر المقاومة سنتصر محور المقاومة وسيفشل هذا الاحتلال في فرض إجراءاته ومحاولاته اليائسة والبائسة في فرض شروطه على المقاومة الفلسطينية وتسبب العدوان على مدار يومين بارتقاء 27 شهيدا وإصابة أكثر من 150 فيما دمرت 130 وحدة سكنية بالكامل ونحو 700 على نحو جزئي الثمن المرتفع الذي دفع السكان القطاع خلال يومين من العدوان الإسرائيلي يكشف الوجه الإجرامي للاحتلال لكنه ثمن يقول الغزاويون إنه يهون أمام معادلة الردع التي حققتها المقاومة والتي أثبتت أنها صاحبة الكلمة الفصل خلال المواجهات أحمد شلدان غزة الميادين